السلام عليكم جميعا ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن حال تنشكر جميع المشاركين القدمة والجدد معي في القناة واللي غير تحقوا بيا بإذن الله تعالى اه واللي اول مرة تشوفوا قناتي ما تنساوش تدعموني بالاشتراك والضغط على زر جرس وتدعموني بلايك فضلا وليس امرا تشكركم كاملين وصفتنا ديال اليوم اللي غدي نكملو ديال نصوبو حشواء ديال الكيش الميني كيش اللي صوبنا في الفيديو السابق اللي تحتاجو ليه خمسين جرام ديال الزيتون مقطع دوائر تحتاجو اه علبة ديال الطون علبة الطون تحتاجو كاس ديال الياغورت مسوس الياغورت مسوس عندنا ثلاث معلقة كبار ديال الحليب اللي غنحتاجو عندنا بصلة كبيرة مقطعة هكاية لهاد الشكل عندنا معلقة ديال الصغيرة ديال بوكين باودر خمارة ديال الحلويات عندنا ثلاث فرماجات ديال الفرماج الحمر عندنا معلقة كبيرة ديال الناشا الميزينة عندنا بيضة واحدة هادي الحشوة تجيل ديال الجميع في الموم ملاحات وفي هادي الميني كيش اللي كنا درنا ووجدنا العجينة ديالهم باش ما يجينيش للفيديو طويل درتو على جوج تنضيفوا شوية ديال زيت زيتون ديال زيت البلدية وتنضعوا البصلة ديالنا على النار باش تتبلينا بسم الله نبدأ على بركة الله من بعد ما علاج كل جهزة ديال البصلة ديالنا تجيبوا شيئيناء تنضعوا اول شيء الكاز ديال الياغورد مسوس اللي عندنا تنضعوا معلقة الميزينة ديال الناشا معلقة كبيرة تنضعوا معلقة ديال البوكين بودر معلقة صغيرة تنضعوا عليهم البيضاء وتنضعوا الفرماج اللي هو الفرماج حمر لاننا غادي نديروه غادي نديرو تال فرماج محكوك تلتقيتنا يعني حشوها سهلة وتتجيبنينا ورائعة في الماداق يعني يتحطوا في المائدة الرمضانية في هذا رمضان وفي سائل الايام حشو اللي تجيزونا في هذا الكيش ميني كيش تنضعوا باليدوي تنخلط طون كاملين من البعد تنضعوا علبة طون ديالنا تنضعوا الزيتون تنضعوا الفرماج حمر محكوك اللي حكينا تنضعوا البصلة تنضعوا الثلاث معالق ديال الحليب وتنخلطوا المكونات الكيش ديالنا اللي صوبنا تنعمروا الحشوة تنضعواها في قلب منهم هذه الحشوة تجيزو رائعة في الماداق وسهلة اقتصاديا ما فيهش يعني مكونات اللي صعيبة بزاف من البعد تنضعوا في الفرران تنخلوهم مدة ربع ساعة عفوا مدة نصف ساعة لان فشكنو خودر اللي خليناهم روح ساعة تنضعوا في الفرران وكان هذا هو وقت رحنا ديال اليوم اللي هو ديال عبارة عن الكيش ميني كيش بحشوة لي الحشوة تطلون تجيزو اقتصادية وزوينة وتجيوا رائعين في الماداق وتتقدموا في المائدة الرمضانية وفي سائل الايام امتمنت الفيديو يكوننا لإعجابكم وشكرا لجميع اللي بقى معايا تل اخير الفيديو شكرا لكم كاملين شكرا على حسن المتبعة من بعد فاش خليناها الفوق ولنا ارضيناها التحت جايوا على هذا الشكل هذا تنشكركم كاملين ما تنساوش دعموني بلايك واللي اول مرة تشوف قناتي ما يساش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي اللي جيد سهلة وبسيطة شكرا لكم كاملين وكانوا هدوما المينيكيش دينا لتجيب طريقة سهلة وزوينة دمتم في رعاية الله الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله دمتم سالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة